بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء يوم الأحد بنخليه لتفقد البيوت عشان نشوف حالة البيت ايه من خلال هرم التوافق والسعادة بنبحث ايه اخبار البيوت في التوافق اللي بيوصلنا للرضا عشان نوصل للسعادة والسعاد بنلاحظ شوية حاجات فببعض الأحالات اللي بتجينا في مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاءة المصرية بنلاحظ وجود مشكلة من بين الزوجين وأنهم بيخلوا حياتهم الزوجية ماشية وفق نظام بس هو مش النظام وفق سيستم يعني ايه سيستم؟ هم عايشين في البيت كأنهم آلات فبتكون حياتهم حياة آلية مش حياة طبيعية حياة كده تحس ان انت بتتعامل مع آلات بيدخل حط الحاجة فكان هيعمل كده فهم طول الوقت بتحس ان انت بتتعامل مع آلات مين اللي بيحس؟ الزوجين؟ مش احنا اللي بنحس لغاية من واحد من الاتنين يبتدي يقول ايه؟ جاي يبتدي يسرخ ان هو حاسس ان هو مش عايش بيظهر او ده وقع لما ييجي الزوج ويشتكي بايه؟ يشتكي من ان الزوجة بتفسد كل اللي بيحلم بيه للأسرة من استقرار وتقدم هو حاطة سيستم وحاطة نظام والزوجة بتيجي تنعكش كل حاجة فهو عنده مشروع كامل للأسرة بيعمل ايه؟ يبتدي من الاستقرار والمودة والرحمة وعنده سكريبت طب زوجتك وزوجتك فين؟ يقولي زوجتي موجودة جوهل سكريبت يعني زوجتي مالها؟ زوجتي ديها دور في السيناريو اللي أنا عايزه اللي أنا عامله ده فهو عنده نظام ويجي يقول النظام ده نظام دقيق وكل حاجة ليها معيار دقيق في التعامل معاه مفيش حاجة في المنسي كله مفيش حاجة متسابة خارج كل حاجة معمول حسابه فكل حاجة ليه حساب حتى الأشياء البسيطة حتى الأشياء اللي ممكن نختلف عليها أنا عامل لها ترتيب ونظام حتى الأشياء اللي ممكن الراجل يختلف فيها مع زوجته أنا عامل لها برضو نظام وترتيب فأنا عامل النظام لكل حاجة فالزوجة بتشتكي من النظام ده والسيستم ده وها شايفة إن الإنسان ما بتحطش جوه سيستم الإنسان إنسان وهيفضل إنسان ليه مشاعر وليه حسيس والناس بتتفاعل مع بعض وما ينفعش يتحط في النظام يفقده إنسانيته وروعة الحياة وروعة الحركة والتفاعل والعواطف والمشاعر وعشان كده لما بصينا على البيت ده بصينا على البيت ده وإحنا عايزين نقول إن الزوج اللي شايف إن إنسان ما ينفعش يعيش من غير نظام وإنه من غير نظام ده ما تبقاش فيه حياة ودي في الحقيقة سبب إنهم عاشوا لفترة فيه اللي حاصل ساعات في سقافة ممكن يكون سبب ده إنهم عاشوا في سقافة مختلفة وكان طبق الثقافة دي إن الثقافة دي كان جافة أو هو قد يكون السبب إن هو نشأ في أسرة ما بتعرفش غير كده وتربى على إن كل حاجة ببساطة خالص كل حاجة ما ينفعش إن إحنا نغلط وكل حاجة بتتعامل فيها في الثقافة اللي ممكن يكون عاشها أو في البيت لازم يكون فيها مصلحة ومنفعة فبنفقد كتير من أحاسسنا وقيامنا وأفكارنا في الثقافة دي وبنفقد كتير من مشاعرنا في طريقة التنشئة دي لدرجة إن إحنا في الثقافة بعض الثقافات اللي بينشأ فيها الناس دي في بعض الدول بيحس الإنسان إن هو الجنس الأبيض الأفضل وفي بعض البيوت بيحس إن هو إيه الشخص اللي ما فيهوش غلطة فإحنا من حقنا إن إحنا نحط السست ونحط طريقة التشغيل طب ورسول الله قال إيه الناس كأسنان المشط الناس سواسية فإحنا بنحط هم بقى سواء في الأسرة دي أو في الثقافة دي فهما بيحطوا النظام لإن هما الأزكياء عشان ينفذوا غيرهم اللي هما في الغالب ممكن يبقى سزك أو أغبياء فبيبقى المشكلة إن بيتعامل مع حد هو الأزكى وهو لابد إن هو يعترف إن هو الأغبة فالجواز ظهرت إن حد يتجوز سيستم بتبقى فيه مشكلة المشكلة ممكن يكون لها أبعاد متعددة أولها إن فيه سمات شخصية لكل طرف فالزوج منظم وبيحب الكمال فبيحب إن كل حاجة يبقى لها نظام وقواعد وتكون محسوبة أنا بتكلم دلوقتي فيه ناس كتيرة قالوا أيوة إحنا إحنا البيت ده أنا زوجي كده أو أنا زوجتي كده وهو الشخص اللي بتقنشأ بالطريقة دي بيشوف إن ما فيش غلط في حد ذاته لكن ما يبقاش مئة من لدرجة إن هو يطغى على الجوانب الإنسانية وما ينفعش يبقى ما فيش غلطة فهو مش عايز يبقى فيه غلطة خالص حتى لو أدى دلق إلى إن إيه؟ إن يكسر خطر حد إنه ويضايق حد وعشان كده ما ينفعش يبقى النظام والسيستم غاية النظام على فكرة وسيلة فقط مش غاية طبعا أخونا اللي هو الساعي إلى المثالية أو الكمالية ده أو اللي بيموت في النظام أو الست اللي بتموت في النظام يقوله إيه اللي انت بتقوله ده؟ هي فيه حياة من غير نظام؟ آه بس هي افضل النظام ده؟ عبارة عن وسيلة عبارة عن وسيلة والغاية في البيت اللي بينهلنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فإيه اللي حاصل؟ فبقى فيه استوصب النساء خيرا ويبقى فيه بينهم مودة ورحمة ففيه حزمة بتنزل عند الشخص الساعي للكمال اللي بريفكشانيست بقى وهم الشايف ده بقى وشايف إيه بقى؟ ما ينفعش نغلط ما ينفعش فيه حاجة تكون متسابة فبينزل بقى ساعات مع الشخص ده اللي هو الساعي إلى المثالية سواء كان الزوج أو الزوجة بينزل معاه شوية حاجات بقى مصايب أخر أنا قاسب يا مصايب أم صايب إنه يبقى حساس وأنا بقول حساس بالمعنى السلبي مش حساس بالمعنى الناس عندهم الشخص الحساس ده وده للإنسان الإنسان المرهف اللي بيحس بالحاجات قبل ما تتعمل لا 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 الحساسية بهذا المعنى في بعض الأحيين اللي تخليك تحس بحاجات مش موجودة وتحس بالحاجة قبل ما تيجي فتفضل خايف أو مرعوب أو تحس بحاجات جوه الناس والناس مش حساها ده معنى سلبي فالشخص اللي هو الساعي إلى المثالية ده أو إلى الكمالية بيبقى حساس ساعات كتيرة بيبقى حساس وأوقات كمان يبقى ايه مفرط التفكير يعني يبقى overthinking والقلق ويبقى عنده قلق شديد وأوقات بيكون الشخص ده خايف على نفسه عشان كده بيتصرف في الشكل ده بيحمي نفسه وساعات اللي بيحصل وعشان كده اللي يحصل يحمي نفسه حتى لو الناس تأزت ويترك حديث رسول الله سلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه للنفس أهم حاجة أنا ما حسش أننا فيه غلط حتى لو الناس اللي حاصل اتأزت وتوجعت ومع أني المسلم ومنسل يقول أنا ما معملش حد ما معملش حاجة غلط لو الناس توجعت يبقى هم الغلطانين أنه بيتوجعوا من الحاجات الصح بس لا احنا بنأدنين الحاجات الصح أن احنا نتعامل مع بعض فساعات بيوصل أمر معاه للوسواس عشان ليش عايز حد يقول عليه أي شيء سلبي لأنه أهم حاجة عنده النزاهة فما ينفعش يكون فيه غلط ولازم يكون ناجح ومتفوق وبيجيب أعلى الدرجات ولما جابش أعلى الدرجات يحس أنه هو إنسان فاشل وأولاده لما جابوش أعلى الدرجات يحس أنه ما فاشله وزوجته لما كانتش بتعمل كل حاجة بدون غلطة يبقى هي زوجة غير كفئة وهو تحمد ربنا أننا نراضي بيها وعشان كده البعد التاني هو البيئة كمان لها تأثير كبير جدا جدا البيئة اللي احنا بنعيشها بيئة كمان فيها كثير من العاطفية وكثير من المشاعر وكمان محاولة الكلام والعمل بالقيم أكتر من العيش بيده العيش بالقيم أكتر إحساسنا وكلامنا عن القيم أكتر فلما يروح بس عن الاسقافة ينتقل الاسقافة أخرى زي السقافة الأوبية فالوضع مش بيكون سهل فالقيم هناك مش هدف في ذاتها ولكنها وسيلة للوصول للهدف فلو حد عاش في بيئة مثلا ويرجع للبلد محتاجي هذا التأهيل على فكرة قيمي وسلوكي عشان يقدر يعيش يرجع يعيش تاني ونفس المسألة بتحصل للناس اللي بيعاشت كمان في بعض الدول في نفس المنطقة بتاعتنا وإحنا للأسف أصبح عندنا قسم في الإرشاد الزواجي اسمه تبعات ما بعد الغربة لما الناس بتيجي بقى من بعد الغربة بنلاقي بايه تبعات كتيرة جدا جدا من عدم التأقله لأنه بقى فيه هناك نظام يومي وأسلوب معيشة ودخل مختلف وده بيأثر بشكل كبير جدا 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 على الأولاد اللي بتولدوا في هذه الثقافة وبيعيشوا ده فلما بيرجعوا بعد ما يعيشوا الفترة دي ويعيشوا هنا في وضع تاني بطريقتين في العيشة بيحصل لهم كثير من الأشياء اللي ممكن تكون تبعاتها لازم ندرسها ولازم نعالجها بشكل صحيح أكبر مشكلة بتواجهنا إن الإنسان لما بيحاول إنه ينتقل من بيئة لبيئة بتبقى فيه مشكلة كبيرة اسمها إيه؟ بيفقد الشغف ما أنا مش جاي على فكرة أكلمكم عن حاجة تانية غير نحن بيكلم عن إيه نحسن؟ عن اللي بيحصل فيحس إنه هو ترك نفسه في البلد اللي سابها يعني المكان اللي هو كان عايش فيه بقى بعد ما تعود عليه وعاش أسلوب الحياة فيه لما يرجع يحس كأنه سب ذاته هناك وعشان كده بيبقى محتاج إنه هو يستعيد ذاته مرة تانية عشان كده بنحاول معاه نشتغل على جزء مهم جدا وهو توكيد الذات ففيه جزء بنسميه جلاء الذات الذات بيبقى عليها تراكمات وليها غبار كده فمنحول بعد ما اتطمرت بنحاول إيه نلمعها عشان ترجع الذات تاني مجلية عشان يقدر يرجع له شغفه تاني شغفه يعني حبه للحياة اقباله عمله بإتقان البحث الدراسة إيه كل ده ممكن يفقده بس لازم مع توكيد الذات بقى ما ننساش حقوق الاخرين عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التوازن في التعامل مع الحقوق إن لأهلك عليك حقا وإن اللي زورك عليك حقا وإن اللي لبك عليك حقا فأعطي لكل ذي حق حق ودي دوابة لازم نرعيها وإحنا بنأكد على زوات لأن بعض الناس بيحصل لهم إيه يروحوا يأكدوا زواتهم فإن اللي حاصل فأتحول إلى إنسان أناني لا يعرف إلا ذاته ولازم في بعض تالت كمان نرعي وهو التواصل والتفاعل هل كان من البداية صح ولا كان في مشاكل أنا بقول مش بس نقول إن النظام هو السبب لا ممكن كمان حاجات تانية تخلي المسألة أصعب زي ما إحنا إزاي اتربنا والبيئة اللي إحنا عيشنا فيها كمان عملت إيه ممكن زي ما حصلنا الاختلاف في البيئات اللي إحنا قلنا ويجي البعد التالت وهو التواصل كنا بنتواصل إزاي لأن الجواز بيمر بمراحل منها مرحلة بأيولوجية ما هي مرحلة بأيولوجية؟ مرحلة زي الطفل كده لما بيتولد بيأكل ويرضع وما بيعملش أي حاجة بس غير كده الجواز بيبقى في المرحلة دي كده مرحلة ما بننتجش فيها ما بنبقاش ما بنبقاش بنفكر في الجواز بالطريقة اللي فيها إحساس بقد إيه إحنا بنعيش الحلاوة الجواز لكن بنمشي على طول وبنعيش الجواز كأننا ماشيين بالقصور الذاتي من أول ما تجوزنا فكل واحد مقدر التاني يتحمل إيه وبييجي الأولاد فمننشغل بالأولاد وأقصى مدى للرحلة بأيولوجية من بداية الجواز إيه اللي حاصل؟ بعد كده نوصل بقى إلى مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة منتصف العمر منتصف العمر ده بقى الحكاية حكاية يحصل بقى التحدي أن الواحد بيكون في مرحلة تقييم لكل اللي حسن ليه إنجازات وعلاقات ويبص مرة تانية لمشكلات وأنجز إيه هو مبسوط وعلا مش مبسوط راضي وعلا مش راضي وفي المرحلة دي بتبقى هي دي مرحلة اللي بيتتوافق مع إن الناس بيبتدوا أنتبه هنا بتبقى فيه خطر ودي مرحلة خطر جدا جدا لأن اللي مش بيدركوا اللي مش بيدركوا الطرفين إن هم محتاجين هم الاتنين للتواصل الودود الرحيم محتاجين للمواد ده والرحمة في العلاقة الزوجية وعشان كده لما بيوصلوا لمنتصف العمر وبيعيدوا كل حاجة تانية واكتشفوا الحاجات اللي حواليهم يكتشفوا إن التواصل كان بعافي وإن هم ما كانوش بيتواصلوا لكن كانوا بيعملوا إيه؟ بيمرروا الحياة فلو ما قدروش يتواصلوا مع بعض ويوفروا لبعض الاتمام اللي محتاجينه بحاجة إن الشرك إن الشرك حياة هو المفروض إن هو ييجي والمفروض إن هو اللي يحتوي بيحصل بقى اللي احنا بنقول عليه بيلجأوا إلى الاحتواء البديل بتقول ده كان زي الفل برة فلما جيه حصل كذا وكذا وكذا وهو صعب سيستم اتغير اتبدل لأنه هو بيمر بهذه الأبعاد اللي احنا بنقولها دي ممكن يبقى عن طريق أشخاص آخرين هو بيحصل فيهم الاحتواء البديل ونزيك أو ممكن يكون عن طريق الألعاب أو حتى الحيوانات الأليفة في بعض الأحيين سواء من الزوج أو الزوجة وعشان كده المرحلة اللي منمر فيها بتغيرات جسمانية زي مرحلة منتصف العمر دي فبنحس إن شكلنا اختلف فنبص كده احنا شكلنا اختلف فعال حب اللي حوالينا اختلف لنا بسبب تغير شكلنا وقال إحنا نحسين بالحياة زيها ولا لا والورطة نحس إن احنا شكلنا اختلف وعمرنا نتقدم وإحنا محققناش اللي كنا عايزين أوف أو يشعر إن شكله اختلف في عين اللي قدامه لكن الزوج بص لزوجته والزوجة بصت لزوجها وما حسوش إن هم اختلفوا عن يوم جوازهم فعلى فكرة دي بتبقى نعمة عشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد للسيدة عائشة إنه دايما مع مرور الزمن يعمل حاجة مهمة جدا فيقول لها مثل حبك في قلبي يا عائشة كمثل العقدة فكلما تقدم العمر تسأله السيدة عائشة يا رسول الله كيف حال العقدة فيقول لها كما هي يا عائشة فبيطمنها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأزوج مش بيكونوا منتبهين لبعض التغيرات اللي بتحصل عند الزوجات فمثلا لو زوجة قررت إن هي تاخد أجازة من العمل فلما توصل لمنتصف العمر بتصر إن هي تنزل لعمل تاني وزوجة علي إنه قال لا إحنا حطينا سيستم خلاص مش هينفى فيللي حاصل فبيبقى المسألة عندها أمر صعب وعشان كده لابد إن احنا نفهم التغيرات اللي بتحصل لنا يكون سببها إيه لإن احنا لو ما فهمناش ده ممكن نقدي إلى أشياء كتيرة تتعبنا طب نعمل إيه بقى احنا عايزين نخرج من هذه الورطة لإنه في طريقة سهلة عشان كل واحد فينا يعرف احتياجات التاني ويسعى إنه هو يوفره بيئة آمنة ويبقى فيها كتير جدا 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 من المواد ده والرحم أول حاجة عشان نقدر نخرج من فكرة العيش بالسيستم ثم بعد ذلك التحولات اللي بتحصل بسبب تغير البيئة أو تغير الحال من السفر إلى العودة من الغربة وبعد كده التحول اللي ممكن يحصل للرجل أو المرأة بعد ما كان هو صاحب سيستم وصاحب نظام يتحول مرة واحدة كده كأنه يتبدل بيحصل ده كتير نعمل إيه بقى؟ إحنا محتاجين نبتدي شوية من بدر شوية لازم كل واحد فينا يتقبل شرك حياته يتقبل شرك حياته ويخليه مرن في التعامل معاه يعني إيه مرن في التعامل معاه؟ التقبل لشرك الحياة مش بس معنى أنه نقبله بخطأه لكن يكون مرن بمعنى أنه هو يفهم كويس جدا جدا الشخص ده أنه هو شخص عنده حرية أنه هو يختار ويشارك فلازم أنا أسمح له بأنه يشارك معايا وبأمرن بمعنى أنه أنا أتقبل وجهة نظره مش أتقبل بس أنه هو موجود معايا لا أتقبل كمان وجهة نظر وأتقبل أن وجهة نظره دي ممكن تبقى قيمة مضافة للبيت ده هيقلل كتير جدا 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 نزاعات النظام والتحولات اللي بتحصل في منتصف العمر أو التحولات اللي بتحصل عند العودة من الغرب وده شيء مهم جدا أن احنا ننتبه إليه الأمر الثاني المهم جدا اللي بيغفر عنه كثير من الأزواج وبسبب غيابه بتشتعل القلوب ويفضل الإنسان متحام في السيستم ساعات أو متحامي في أنه هو بيبحث عن احتواء بديل اللي ليه؟ إيه سبب ده؟ عظم إزهار الامتنان لشرك الحياة هو تعب وشئي وهي كمان تعبت وتحملت لكن هما الاتنين كبروا بس يوم ما وكبروا كمان فيه حاجات بتكبر فيهم حاجات حلوة بتكبر فيهم فلازم نمتنن الحاجات الكبيرة دي فيهم لازم أعظم الحاجات الحلوة اللي هي كل ما بتقعد مش بتقدم كل ما بتقعد الإنسان بيبقى ليه فضل أكتر فاحنا لازم نمتنن لبعض مش معنى أن واحد مستحمل معايا خلاص اللي استحمال قدم ده الاستحمال زادت غلوته وزادت قيمته فاحنا لازم نمتن ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ما لا يشكر الناس لا يشكر الله وعلمنا أن احنا كل واحد فينا لما حد يعمله حاجة لابد أن يحسن له وأن يشكره على هذا وأكتر ناس بيبقوا محتاجين ده شريك الحياة عشان ما يفضلش هو يأكل في نفسه ويعيش حياة كأنه في دور المظلومية عشان نزيح الحياة السلبية من حياة الناس لو سمحتم لازم فضيلة الامتنان دي ترجع للبيوت مرة تانية وأنا عارف أن الناس اللي بيسمعوني يقولوا أيوة إحنا لو كان لما رجعنا أو لما اختلفنا كان هو امتن اللي احنا عايشين به كان في حاجات كتيرة من مشاكلنا هتصغر قوي عشان الامتنان بيزيح الحاجات السلبية تالت حاجة لازم يبقى في حوار لازم نبقى على طول بنتحاور ونتفاهم وأنا دايما بقول لكم على ثلاثية الفهم والتفاهم والتفاهم لازم أي حوار مننا لازم نخرج بشيء مشترك ولازم نتعلم أن الكلام أحد أشكال الاحترام للإنسان آخر حاجة لازم نعملها لازم نقرب من بعض لازم نحاول نتعرف على بعض نقرأ عن أنماط شخصياتنا نازم كمان نتكلم عن معض أمام الناس بشكل إيجابي كل ما نعمل الكلام ده كل ما الفجوات هتقل وكل ما الأوقات الصعبة دي سواء منتصف العمر أو سواء التحولات اللي بتحصل أو سواء صعوبة الأنظمة اللي بيعطى الإنسان عشان ما يقعش في الخطأ كل ده هيخف ونقدر نستحمله ونقدر نمر فيه لما منقرب مع بعض فنتفاهم فننتقل من التفاهم إلى أن نعيش مع بعض في توافق فنرضى ونجد أبواب السعادة مفتوحة وتهدأ البال يا رب أعننا على أن نحن نكون نعيش بهذا ونحيا بهذا فنذوق حلواته يا رب العالمين وامسح على قلوبنا حتى نكون من القوة أن نعيش بهذه الحقيقة وبمددك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين فاصل ونرجع نتلقى أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونفضل عايشين معاكم في مدد الله سبحانه وتعالى وفي توفيق ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوسع علينا ويجعلنا دائما من أهل التوفيق ومن أهل السداد وكمان أسئلتكم اللي بتوصل لنا نخصص لها أوقات ونجاوب عليها بكل سعادة وبكل رحم تعالوا ناخد أول سؤال النهاردة معانا من الأستاذة أميرة أستاذة أميرة أيها السلام عليكم ازيك يا دكتور عمري الحمد لله بخير والله طيب أنا هسأل حضرتك حاجة يعني أنا دائما الحمد لله كنت أقرأ قرآن كتير لكن مش حفظة فلما اشتركت وروحت حفظت لقيت أن أنا مش عارفة أخطب القرآن كل شوية أعيد وانسأ فحسيت أن أنا مأثرة في ختمة القرآن فأنا عايز أسأل يعني لازم على كل مسلم ومسلما أن يحفظوا القرآن حتى لو أنا بنسأ طيب أنا أجاوب على حضرتك على إذا السؤال طيب وفيه برضو حاجة يا دكتور هقولها بس طيب يعني أنا بيجي لي حال يعني حاجة كده أني بعرف الحاجة الوحشة يعني قبل ما تخطب الحلوة لا لا ما أنا عايزة الحلوة مش عايزة الوحشة ما أنا بس على حضرتك يعني أنت بتجيلك في الحاجة الحلوة بس ولا في حاجة الوحشة بس لا الحاجة الوحشة يعني إحنا كنا مسافرين وطيبين شائتي فحاجة جات لي وأنا أطمق إن شائتك بتتسرق بره دلوقت فأنا زعلت يعني فأنا عايزة حاجة تفرحني لأي ما مش عايزة أسمع الوحشة طيب أقول لحضرتك طيب أول حاجة أستاذ أميرة لا مش واجب على كل المسلمين إنهم يحفظوا القرآن بس مش معنى كده إنهم يتركوا حفظ القرآن يعني حفظ القرآن كل ما الإنسان سعى إلى حفظ القرآن كل ما كان ده أفضل لكن حفظ القرآن الذي يجب على الإنسان أن يحفظه وحفظ القرآن الذي تصحب العبادة إنه يحفظ الفتحة ويحفظ ما به يصلي فقط ده الواجب ده القدر الواجب عليه طيب هل عليه إنه يحفظ بقى القرآن كله لا طيب إذا سعى لحفظ القرآن لا كم الفضل في حفظ القرآن وكم الفضل الذي ورد في مسألة قراءة القرآن وحفظ القرآن كم مهول فلذلك إحنا صحيح مش واجب علينا إنه إحنا نحفظ القرآن لكن الحرص والسعي للحفظ حتى لو أنا هنسى ده مأجور عليه الإنسان ويحصل عليه الثواب ويحصل عليه الثواب بس أنت بتقولي إن أنت خايفة وكأنك أنت خايفة على نفسيتك إن أنت تحسي بهزة نفسية إن أنت تروح تحفظي وتنسي بس أنا كمان أقولك أنا هزة نفسية كمان بيحصل للناس ولذلك أنت بدل أنت مش تعبانة ومش حاسة إن أنت بتتقلمي ولا بتستمر في حفظ القرآن حتى لو بتنسي لأن فيه ناس كتيرة تركت حفظ القرآن وحست إن فيه فراغ في أجدنها وحست إن هي وكأنها باعدة تعربنا مسافات فأنا بقولك لا مش واجب عليك واستمر لي في حفظ القرآن حتى لو أنت بتنسي هو دوت اللي أنا بنصحك به مسألة بقى أن أنت بتشوف الحاجة الوحشة قبل ما تحصل ما تركزيش وأعملي إيه ولما يجي لك الكلام ده حسني ظنك في الله وسيبيه بعد شوية عتبصت لأ الأمور دي تلاشت إلا إذا كنت أنت معجبة بأنك أنت بتعرف الحاجة قبل ما تحصل ساعات النفس الأمورة بالسوء لأنه وما أبرع نفسي إن النفس الأمورة بالسوء ساعات تحل الحكاية دي في عينينا فلا ما تركزيش لما يجي لك الحاجة السيئة دي تعملي إيه تستعيذي بأن الله من الشيطان الرجيم وتسأل الله سبحانه وتعالى التسير والسلام وإن شاء الله ربنا يكرمك يما ما تركزيش وتدع الله سبحانه وتعالى أنه يديم عليك الفضل والتيسير معنا السيدة أم مبلال من سينة عيوة يا شيخنا إزاي حضرتك فضل ونعمة والله إزاي حضرتك والله أنا بحبك في الله يا شيخ وبس معك على طول وأنا 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 كان نفسك بتنسل بك كتير ما أعرفكش الله يرضى عنك وأحنا أنت حضيك مش متصورة أحنا بنحب أهليسينا إزاي أهلنا ونسنا وحضايبنا الله يخليك يا شيخنا تفضلي يا شيخنا أنا عندي سؤالين أنا عندي ثلاثة بس لو اللي سمح تؤالين ماشي تفضلي أنا عندي والدتي آآ أما ماتت آآ عشان أولادها كلهم ماتوا خمس أولاد ماتوا وحبت الدفن معهم في الطربة اللي هم الصبياء يعني ماتوا ماتوا في حياتها ماتوا في حياتها والزوجها مات في حياتها وهي صغيرة بردا طيب فمحبت الدفن مع ابنها الكبير اللي هي بتحبه وابنها الصغير ده هل ده حرام ومرضي وما جينا ندفنها مرضيش تخش في القمر اللي هي هنوديها عندها وهي وصلت بكده طيب فبفضل التحول بالناشة كده ووقفت جنب ولادها طيب هل ده حرام؟ حاضر ده السؤال الأولي للسؤال التاني ده لي بس خليني بس أسأل سؤال كده بسيط في الحكاية دي واحنا لما بندفنهم بنعمل فاصل بينهم وبندفنهم في عين وعين ولا بندفنهم في نفس العين؟ لا دفنوها في نفس العين هم في عينين بس هم عايزة تدفن في العين بتاعتولادها ادفنت معهم في العين بتاعتهم في فاصل بينهم ولا لا؟ في عنحمل وفاصل من الروم أصلا هم دلوقتي متفونين أنا معرفش أصلا هم دلوقتي متفونين صح؟ مش هم متفونين ولا لا؟ ايه؟ هم متفونين صح؟ اه مدفونين طيب خلاص هجاوب على حضرتك في السؤال ده السؤال التاني السؤال التاني الزوجي عم الشيخ من ساعة ما تجوزوا بعضا ما هجرنا وجينا للقاهرة هنا وجدرت انا هنا آآ سافرته بس ما هجرتوش ولا حاجة احنا برضو هنا في نفس مكان اتفضلي آآ لأ هجرنا من بلدنا الهنا طيب وجدرت هنا وربنا رزقني بي هو الراجل دوت من ساعة ما تجوزته هو مناشي في حياتي مرار 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 أنا وقفت معاه في كل حاجة وجبت له كل حاجة ما تجوزته إخوتي ساعدوني دول اللي ماتوا دول ما كانوا موجودين وبعد كده بيسيب عياله ويمشي بالعشر سنين ويرجع تاني ويحيلهم يرجعوني عشر سنين يمشي ويرجع تاني ويرجع تاني بيروح فيه بيروح عند اهلو يعيش معاهم وكده حاولنا كتير معاه وتكلمنا معاه كتير مفيش وعي او معاهلو ساكنين فين ساكنين في مصر هنا يعني في القاهرة آآ يعني هو بيسيب بيت الزوجية ويروح يقعد مع اهله ويروح يقعد مع اهله ما بيزركمش يعني ما بيزركمش لا ولا يسأل علينا ولا يزرنا ولا اي حاجة ولا يدفع ولا يدفع نفقة ولا حاجة ولا نفقة ولا مصاريف ولا اي حاجة خالص ولا يعرفه بخالص ولاده ابنه الصغير ده اتربى ما كانش شافه من عشر سنين اني ساكن ما تولد سابه هو مولوق وهو بيتولد سابني في المستشوى فين السؤال يا حاجة امم بلال السؤال بس دلوقتي هو دلوقتي انا استحملته كتير والغات مولاده دول اتجوزت وبعد كده بيضربني بردك زي ما كان بيضربني ويهني ويضربني فين وكانت اختي الكبيرة دي باتت بردك السؤال فين يا امم بلال السؤال هو دلوقتي مش راضي يطلقني انا سبته خلاص وما عادتش معاه وابن كبير ده عايشني في المكان الوحدي هو مش راضي يطلقني دلوقتي ولا بيسأل حتى فين طيب يبقى سؤالك اعمل ايه انا في الحالة اللي انا فيها دي بو اه يعني بعد كده يطلقني مرضيش مش راضي يطلقني انا سايبه بقى لي خمس سنين دلوقتي خلاص اجاوب حضرتك يا مبلال بص يا مبلال السؤال الاولاني احنا دلوقتي لازم نعرف شويتين شويت حاجات انت يبدو ان حضرتك بس مش معرفتيش تفاصيل عن مسألة كيفية الدفن بالزبط انت قلت شوية حاجات كده مفهاش يعني قلتلك فيه فاصل بينهم ولا لأ يعني اكيد مش هيدفنوا الناس على بعضها كده اما وانهم حصل الدفن ده احنا مش هنلبش القبر ونطلع حد من العين الاصل 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 الشرعي ان يدفن الرجالة في عين والستات في عين اما وان حصل هذا الامر ودي حصل ما بين ام ولادها لو كان بينه مفاصل لان احنا دلوقتي احنا مش بنتعامل دلوقتي مع حد هي دلوقتي وصت ان هي تدفن مع ولادها فبتقولي لي ننفذ الوصية ولا مننفذها اشأقولك لا مننفذ الوصية وندفنها فين وندفعينها في عين مغايرة ما اقولك كده لكن اما وان احنا خلاص ده حصل فيه الدفن لا نفذ القبر اشد حرمة اشد صعوبة من ان احنا نفذ بينهم اما وان بينهم مفاصل ان الناس ما بيحطوش الناس لما بتدفن على بعضها فخلاص احنا لا ننبش القبر ولا نخرجها ولا اي شيء وربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى يتقبلهم ويجعلهم ان شاء الله في الصالحين ويغفر لهم ويوسع عليهم ان شاء الله في خبورهم ويجعلهم من السعداء في الدارين ان شاء الله حاجة تانية بقى هو سؤال حضرتك تعملي ايه مع زوك حضرتك حتيب وتعالينا على مركز الارشاد الزواجي في دار الافتاءة المصرية لكن انا لا يمكن مستحيل ان حد يجي يسألني بعد كل المشاكل اللي انت بتقولي عليها ديت وقولك اروح تطلق لان انا ما سمعتش منه فلازم اسمع من الطرفين واسمع هو بيعمل كده ليه لو ربما يكون فيه اتراب اتراب في نفسه وقاد يكون محتاج ان يعمل كده لو ربما فيه حاجة بتحصل هي اللي بتخلي الحياة بهذه الطريقة لكن اللي انا عرفه ان دي مش حياة قائمة على العشرة بالمعروف اللي حضرتك بتحكيه ده ده ما ينفعش ده ما يصحش ده لا يجوز شرعا لا يجوز ان الرجل يسيب بيته بالعشر سنوات وما يعرفش ولا ينفق على اولاده ده حرام صحيح انت ما هو ما هو بتقول ان ده حرام انا قلت ان ده حرام بس ما قلتش ان كل ما حاجة تتعمل حرام الناس تطلق لكن اذا حصل حرام الناس تتوب الى الله ونسلح ذات البين عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا فاصل يا سادة ونرجع تاني لحضراتكم نتلقى سئلتكم مباركة ونجيب عليها ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا الحاجة ام محمود ازاي حضرتك ام محمود؟ ازاي حضرتك اتفضلي؟ يا سادة بذكر عمر الحمد لله فضل ونعمة ربنا اديك الصحة ربنا اهمة من كل شيء اهمة من كل حالك يا سلام ربنا يحفظك ويديلك الصحة ويبالك فيك ويحفظك ويحفظك ابنتي احفظك انا عملتين وراتي ابنتي خذت الجهب كله هالي بيدي تعاين فيها ولا هي تاخده كله ابنتي انا بقول لها ادينا عشان اعرف اوزع عليهم ابنتي ديك معاهم مش رابعة طب اديناها لبسوا لا مش رابعة يعني هذا السؤال الاول الطاني كد طب معلش يا عامل ما خلص السؤال حاجة محمود معلش السؤال الاولان عشان بس اكون اتأكد ان انا فهمتو بنتك خدت الدهب بتاعك كله ومش عايزة تدي لولادك لبقيت العيال منهم حاجة صح اجي ده عام تلاتة اه فطيب طب اي اخدته ليه بأمرت ايه ايه ومكتش العبادة بقى ما قلتش في دماغي مكتش عقلي مكتش عقلي اه يعني انت وكنت انت تعبانة ربنا يديك الصحة ويجمعنك بين تمام العجر والعافية خدت الدهب ومش رادية تديل اخواته ومش رادية تذب لي اخواته حاجة منك يا رب هلجل عنهم فيها ولا هي داغب كله لا اجاوب على حضرتك حاضر يا حج ام محمود السؤال التاني اه وبعدين دلعت الماء بتخلي على فار ايه السؤال التاني دلعت الماء بتخلي على فار انا كنت بخافة لفراز اجلتش لي حضر انشاء لني دلعت الماء بتخلي على راس فار راس فار طيب حاضر انا اجاوب حاضرتك يا حج ام محمود والسؤال الثالث أن الحج ندر عجل لما خف اتبع عجل ويفرقه هل العجل دهب يفرق على الغلاب بسي ولا الحلاب والغلابة؟ حاضر اعجابة على حضرتك طيب الثلاثة السئلة بتواتي الحجة مم حمود السؤال الأولاني مم حمود بتسأل بنتها خدت الدهب أولا بنتها لو خدت الدهب يبقى اسمه غصبة الدهب يعني خدت الدهب غصبا عن أمها فهي مش من حقها أنها تاخد الدهب من وراء أمها خالص خالص حتى لو كانت هي اللي قاعدة معاها ومضيفاها وكل حاجة هي متبرعة الدهب بتاع والدتها يبقى الدهب بتاع والدتها فهي أصلا حتى مش من حقها تاخد حاجة نفسها المفروض ترجع الدهب لولدتها ووالدتها تصرف فيه دهما هي لسه عايشة ده دهب والدتها ومتاخدهوش ومتاخدش منه حاجة غير لما والدتها تديها مش هي تاخد الدهب ومش ردي تدي لإخواتها منها لا ده مال وطب وإيه لو أخذت مال ده يبقى هي ممن يأكل أموال الناس بالباطل إيه ده ده أمي آه فيه زمة مالية مستقلة ده أموال والدتك ده أنا هورسها بعد عمر طويل إن شاء الله لا محدش عارف مين لا ينتقل قبل مين فالأموال ده أتمالها وما ينفعش تتصراف فيه ولا تاخدين نفسك أدي أول سؤال السؤال الثاني هي يعني ربنا يديك الصح يا حجم محمود أنت بتقولي أنا ما حافش حد معايا فضطريت قرمي مية على الفار لإن أنا مش عارفة أوصل مش عارفة مش عارفة أعمل إيه أنت اللي عملتي ده جائز ومعاركيش أي اسم إن شاء الله الحاجة التالتة بتقولي أنا ندرت إن أنا أتبح حاجة أعمل إيه هل يمكن إن إحنا ناكم من من الحاجة اللي أنا ندرت إن هي تكون ندر لا الندر عيخرج لله كله خلاص نعم معنا الأستاذة تحية لسه الأستاذة تحية معنا السلام عليكم اتدلت السياح اتفضلي يا حاجة تحية عاملية أه بس وقت التليفوني حاجة تحية واسأليني بسرعة لو تكرمت حاضر حاضر أنا أسأل يعني لما الوحدة تأخذ يعني فلوس من جوزها وهي عيانة وبيجي سحبة مرض يعني كتير هل هو حرام ولا وتبقى هي حرامية ولا يعني هي خدت الفلوس من وراء جوزها أه وعجيب علاجة عيان وهي لما بتطلب منه ما بيدهاش لا ما بيدهنيش أي حاجة ولا ما أجيب لي مدوم يعني ولا حاجة ولا أي حاجة وفلوس دي أتفضلي أخذتها عشان تجيبي العلاج اللي هي مش قادرة تجيبه أه ما أشتغل 16 ساعة في الدكان أنا وحدة طيب يعني أنت الفلوس دي خدتها عشان العلاج وعشان تاكله وتشربه صح؟ أه بس لكن ما بتخديش الفلوس تتديها لأهلك مثلا؟ لا طيب خلاص عجيبك عجيبك حاجة حي إذا كانت إذا كانت أول حاجة إحنا ما بنقولش لحد أنه يأخذ فلوس من وراء حد لكن إذا كان الرجل شحيح وبيمنع زوجته أن هي تأخذ تجيب دواها وتأكل وبيأذيها أنه هو مانع عنها وبيبخل عليها لا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمرأة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فإذا كان الحالة زي ما أنت بتقوليها كده حاجة تحية بالمعروف بالمعروف يعني إيه؟ آه دواكي ما اللي أنت هتجيبي دواكي منين؟ آه يا ستي أنت هتجيبي منين تاكل وتشربي؟ فإيه اللي حاصل؟ ببساطة خالص لو كان هو بيمنع معاك وإنتي مش بتاخذ حاجة منه تكون الفلوس ديت فلوس عهدى ولا الفلوس ديت فلوس ديون ناس لكن بتاخذ من فلوسه هو اللي هو منع عنك وشحح عليك بيها؟ آه يبقى الشرط أنه هو يكون شحح عليك بيها يعني بخلان عليك بيها وفلوس دي فلوسه مش فلوس مأمورة مش فلوس عهدى ولا فلوس حد تاني فأنتي تاخديها فتعمليله ومشكلة ويتحبس بيها فإذا كان دا اللي حاصل إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحفظ يحفظك ويلو سمحت ما تغلبيش وما تكليش من أنك أنت تتكلم جوزك أنه هو يوسع عليك لأن كل ما يكون الأمر دا بالتراضي وبالوضوح كل ما كان دا هو دا اللي بيفتح القلوب ويخلي فيه بركة ويخلي فيه إن شاء الله كرم وسعة ونحس بالمودة والرحمة بده يا رب العالمين حنا تكلمنا النهار دا في موضوع مهم جدا جدا إزاي الناس ممكن تتجاوز مصعب كتيرة مصعب إنهم يكونوا عايشين مع بعض زي الألات وإزاي لما بيرجعوا من برة ممكن يحصل في حياتهم إيه وزاي دا بيبقى صعب أوي لما كانوا يكونوا كمان بيمروا بزمن منتصف العمر يا رب الهمنا إن إحنا نقرب من بعض ونتحاول وكمان كل واحد فينا يمتن للآخر عشان نقدر نطيب خواطر بعض فنحيا حياة أمنة نحيا حياة مليانة بجبر الخواطر اللي فيها رحمة ربنا سبحانه وتعالى وفيها المودة وفيها كمان اللطف وفيها السكينة فيتطمئن قلوبنا ونعيش في أمان ونعيش في راحة بال يا رب أجعل بيوتنا مليئة بأمانة وراحة البال واجعلنا يا رب دائما في بيوتنا مؤتنسين بكرمك ولطفك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أكرمنا على الدوام براحة البال والسعى والسعى والسرور يا رب العالمين 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 يا رب العالمين